يدخل فيك أربع أهداف وصنبارات تانية تلت أهداف لا وقفة ده النادي الأهلي علامة استفهم كبيرة جدا ولازم أكيد معالجة ومش لازم واحد بس اللي أخطأ استحالها الهدف مش من خطأ واحد لواحد ولا هي بتحمر كل الفرقة كلها ومش خط واحد على فاكرة بقول لها قاسي مدافعين مدافعين ايه ما في ناس في نص الملعب لازم هي الكورنة دي ما تعديش ولازم في ناس التلاتة اللي قدامهم في كذا حاجة عشان كي أقول لك الخطأ بيشمل فرقة كلها طبعا ما ينفعش تخلي الخطأ على واحد بس علوت في حالس مميز ولكن فكرة دفع بي في هذا التوقيت في مباراتين صعبين جدا مباراة ربعية ومباراة يعني فيها هدفين فالأمور ممكن الناس تحكم عليه بشكل كبير وممكن يقوله شكل من الأحباط في الوقت اللي انت بتجهزه خططيا لأن شريف موقوف ما تشيل لو حصل أي حاجة لشنا هو بتلعبه هي معادلة صعبة بكل المقييس لكن هو كده كسب علي لطفي ولا خسر علي لطفي لا أنا شايف أن هو كسب علي لطفي حتى لو الأهداف داخلت فيه كده لكن هو كسب علي لطفي وأن علي لطفي فقل بالي برضو انتك حارس مرمرة ما بتفاجأ أن انت انت اللي موجود وانت اللي هتلعب أنك عارف أن فيه شناوي فروح بقى شريف شريفة وقفة دي بتبقى بالنسبة لك انت مفاجأة بالنسبة لك انت وبعدين علي فرصة برضو بل الضبط لكن علي المركز الوحيد يا أهاب اللي لازم تصبر عليه هو حارس المرمرة لازم نبعيد على التلات خشبات بس بس المركز ده ما يجبوش تعمل هي ما تشاطر لا بالضبط الواقفة تحت الجول كده لا بتبقى اش حاجة سهلة عشان كده هو بعيد بقى له فترة لكن هو طبعا حارس موايز جدا 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 بوجود نحو بوجود في النادي الأهل طبعا